طيب النادي الآلي في بيان مهم لجماهير النادي لأنه كمان الجمهور حجز تذاكر المباراة ودفع فلوس الاهل هيعمل ايه في فلوس جماهيره احنا بدأنا الحلقة ازاي النادي الآلي بيقدر جمهوره وازاي النادي الآلي دايما بيمتن لدور جمهوره معاه ده اللي دفع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لإعلان انه وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لجنة المباريات الاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة تذكرتي الاتفاق على كيفية تعويض الجمهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدا جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها واعتبار الآل فائزا باللقاء 2-0 وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق الجمهير الآلي التي تستحق التقدير لسيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان كلام مسؤول أي متوقع أن أنت بتدرس كل جوانب الموضوع ما بتنساش حقوق مهيرك مضروري حيبقى في حلول علشان الأموال دي ما تروحش على الجماهير وكيفية تعوضة بإذن الله يعني ما تيجي نتوقف عن الكلام عن هذه المباراة خلاص ودعنا زي أقولك موف اون يعني 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 شكرا